هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول نخصوه للإجابة على مجموعة من التساؤلات التي قد تطرح بخصوص قانون شغل ومدونة شغل هذا الفيديو كما ممكن يستفدوا منه طلبة القانون وممكن يستفدوا كذلك منه الأجراء باش يعرفوا الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم وهذا الفيديو سيكون متميز شوية سنحاول ندره فيه نشرحه بعض الأمور الغير واضحة فقبل أن نبدأوا ما تنساش أنك تتفرج في الفيديو الخاص بملخص قانون شغل وفي الفيديو الخاص بالنطاق ديال تطبيق قانون شغل نبدأوا على باركة الله حالات توقف عقد شغل بسيفة مؤقتة طبعا مني كان هضروع للتوقف ديال عقد شغل فهنا التوقف كيختلف على الإنهاء يعني التوقف كنديره غير بوز ومن بعد كنكمله يعني الأجير ما كيتخلصش في ذيك الفترة ديالتوقوف ولكن مني كيسالي السبب على الشتوقف خلص يرجع ويلقى البوست دياله مثلا من أهم الحالات هي حالة الخدمة العسكرية الإجبارية أي الجنيد الإجباري مثلا أجير لمشى الجنيد وسالة الفترة ديال الجنيد فخلص يرجع ويلقى البوست دياله وكان حالة ديالتوقف للأجير في حالة المرض أو إصابة يتبتهما طبيب إتباسا قانونيا يعني مثلا أجير عنده واحد المرض معين بالعملية يجي راحية كتتصغرق منه واحد الشهر ديال الراحق فممكن يدير شهادة طبية ويعقد دمان للمشغيل دياله وفي خلال ذيك الفترة راكيتوقف عقد الشغل ولكن ما كنتهيش يعني الأجير مني غيدوزوا الحال فخصو يرجع ويلقى يلقى المنصب دياله ما زال كان فترة ديالتوقف قبل وضع الحامل لحمليها أو بعده يعني القانون عطل للأم واحدة 14 أسبوع قبل وبعد الوضع ففي هذه الحالة ما يمكنش أن المشغيل يمنع الأجيرة من هذه الفترة يجبرها العمل أو أنه ينهي عقد الشغل لأنها توقفت عن العمل بسبب الحمل وبعد الوضع من حق الأجيرة ترجع لمكان العمل دياله كذلك عقد الشغل كيتوقف في حالة العجز النتيجة عن حالة شغل أو مرض مهني وفي الإضراب يعني مثل الأجير من كذر الإضراب فديك ساعة ما من حق المشغيل يجري عليه لأن الإضراب هو حق قانون ودستوري ولكن ره الأجير خلال مدة الإضراب لا يتقضى أجره وكان حالة توقف بسبب الإغلاق القانوني للمقاولة سؤال متعلق بالفئات الخاضية عن مدونة شغل بصفة أصلية نصص عليهم المدى واحد أجوج من مدونة شغل كان عندنا أجارة المقاولة التجارية والمهن الحرة أجارة المؤسسة الفلاحية والغابوية وجارة المقاولة الصناعة التقليلية وجارة المشغلين بمنازلهم المهم التلواسيط في التجارة والصناعة والمستفيدون من التدرج من أجل الإدماج المهني إذن عندنا ستاة الفئات التي تخضع المدونة شغل بصفة أصلية ما هي الفئات التي تخضع لمدونة شغل بصفة حتياطية؟ مني كنا نضرع على بصفة حتياطية يعني هذه الفئات عندهم القوانين الخاصة بهم وأنظمة الأساسية التي تنظم المهنة لهم ولكن في حالة كانت هذه الأنظمة تتعطيهم حقوق قلما لمغفرة لهم مدونة شغل ففي ذلك الساعة من حقهم يخضعوا المدونة شغل هذه الفئات نصص عليهم المدى ثلاثة عندنا أجارة المقاولة المؤسسات التابعة للدولة عندنا البحارة عندنا أجارة المقاولة المنجمية عندنا الصحفيون المهنيون عندنا أجارة الصناعة السينمائية وعندنا البوابون في البنائة المعدة للسكنة أما بخصوص الفئات المستثنات فنصص عليهم المدى أربعة وهم خدم البيوت اللي يخرجوا واحد القانون كي نضمهم لهو القانون 19-12 ممتعلقة بتشغيل العمال لعمل المنزليين يعني هادو ما من حقهم مش يخضعوا المدونة شغل ولكن كيخضعوا القانون 19-12 وعندنا القطاعات المتميزة بطابعة قليد يصرف هاد الفئة مدونة شغل قتلين باللي راه غدي خرج القانون ديالهم ومن فترة تصدر مدونة شغل لم يصدر هاد القانون وهاد القطاعات المتميزة بطابعة قليد يصرف كي يقصد بها كل شخص طبيعي يزاوي الحرفة يدوية بمعيز خمس مساعدين على الأكثر أن لا يتجاوز دخله خمس مرات الحصة المعفية من طريبة على الدخل إذن هادشي اللي كان قصده بطابعة قليد يصرف فترة الخشيبار فترة الخشيبار هي الفترة التي يمكنه خلالها لأحد الطرفين إنها تشغل بإرادته دون أجل إختار يعني خيافي يعني ممكن أنه صافي يهز حويجو ويكتي أو هذا بالنسبة للأجير ممكن يهز حويجو ويمشي أو أن المشغل ممكن أنه صافي إنهي العمل مع هاد الأجير بدون أي تعويد لأن هاد الفترة الخشيبار لهدف منها هو الوقوف على الكفاءة دي الأجير والقدرة دياله على أذاء المهام المنجزة إليه ولكن هاد الفترة الخشيبار عنده شروط يعني ممكنش مثلا المشغل ديه ما كل مرة غادي يدير واحد لعقد دي الاختبار مع الأجير فبالنسبة إلي كان المشغل غادي مع الأجير عقد غير محدد المدق فخص مد يعني غير محدد المدق ما كانش مدق معينة يعني خاصة دي المدق أو هاد الفترة الخشيبار أن لا تتجاوز ثلاث أشهر بالنسبة للأطر وشهر ونصف بالنسبة للمستخدامين وخمستاشر يوم بالنسبة للعمال بالنسبة للجزاء التأذيبية التي خولها المشرع للمشغل حسب المادة 37 عندنا الإنضار وعندنا التوبيخ الأول والتوبيخ الثاني وعندنا التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثماني أيام يعني ما يمكنش أن المشغل ما عندوش واحد للسلطة غير محدودة في إيقاع الجزاء التأذيبية ضروري خصوة التزم بالقانون بمدونة شغل يعني ما يمكنش يوقف الأجير عن العمل لمدة لا لمدة تزيد عن ثماني أيام يعني يحبسوا الشهر بسبب رتكاب الخطأ معين النقل إلى مصلحة أو مؤسسة إلى أخرى مثلاً كنت يخدم في واحدة المصلحة ديال الآلات ممكن أن ينقلوا المصلحة ديالالفضائع أو لا مصلحة للسيراد أو لا مؤسسة يعني مثلاً كان شركة كبيرة وعند فروع في العدد من المدون مثلاً في الضار البيضاء الريباط ممكن أنه ينقلوا مثلاً من الريباط الاتمارا ولكن يلسن في المشغل جميع هذه العقوبة التأذيبية في عام واحد فممكن ديك الساعي يقوم بالفصل ديالالأجير والمشغل ملزم باحتيارة بمبدأ التدرج يعني ممكنش مباشرةً أن واحد الأجير تأخر عن الحضور في موعد المحدد للعمل بساعتين وما إلى ذلك أن المشغل مباشرةً ينقلوا المدينة أخرى فقط لأنه خاصة ضروري أن المشغل يحترم هذه الجزاء التأذيبية مبتدأ من الإنظار إلى النقل والتوبيخ وما إلى ذلك وهذه الجزاءات منصوص عليهم في المدى 37 يعني المشغل لا يوجد حرية مطلقة في إيقاع الجزاءات على الأجير بالنسبة لفترة الاختيبار العقود غير محددة المدة يوم واحد عن كل أسبوع يشغل في العقود محددة المدة مثلاً لكن المشغل دير مع الأجير وحد العقد القل من 6 شهر وبغير يختابه ففترة الاختيبار خسامة تجاوز 15 يوم في جميع الأحوال ولكن العقد فيت 6 شهر فممكن أن فترة الاختيبار توصل لشهر حالات إبرام عقد شغل محددة المدة الأصل في العقود هو أنها خاصة تكون غير محددة المدة ولكن ممكن أن نبرمو عقد محدد المدة المدة مثلاً 6 أشهر أو 7 أشهر أو أقل في الحالة الأولى إحلال أجير محلة آخر حالة التوقف عقد شغل وهضرنا في سؤال الأسباب التوقف مثلاً كما قلناها حالة الحمل حالة الإضراب حالة الخدمة الإجبارية حالة المشاركة في نشاط رياضي ووطني إذن هذه هي الحالة الأولى بالنسبة للحالة الأولى خاصة ما يكونش ذاك الأجذر اللي غنجيبوا واحد خرب يخدم بلاستو بعقد محدد المدة يكون دير إضراب الحالة الثانية هو زياد نشاط المقاول بكيفية مقاتق مثلاً واحد المقاولات اللي كيصيبوا الملابس المنسوجات دي الملابس دي الشيتاء والحق الموسم دي الشيتاء ورتفع الطالب على ذاك الملابس فمن حق الشركة تجيب تجيب واحد العدد كبير دي العمال لأنهم يساعدوها على الموكبة دي هذه الزياد دي للنشاط وكين إذا كان العقد ده طبيعة موسمية يعني مثلاً واحد الشركة فيلاحية كتخدم واحد ثلاث أشهر في السنة أو شهرين دي الواحد الفاكهة معينة كتنوض خاصة عمال اللي قطعوها اللي قطفوها ويوضعوها في العلم المخصص لذلك فهناك العقد محدد المدة بالنسبة لحد الأدنى الأجور لحد الأدنى الأجور تيكون تتغير سنوياً بقرار للوزارة الشغل الحالياً هو محدد في 14.80 للساعق في القطاعات الصناعية والـ 76.70 درهم اللي كل يومي عمل في القطاع الفلاحي يعني لحد الأدنى الأجور هو السميق يعني خصو الأجور مثلاً أن واحد الأجير كي يخدمه عدد ساعات معينة فخصوص ما نعطيه شقال من قال من 14 درهم لساعة إذا كانت يخدم في قطاعات صناعية والسوس بعين درهم اليوم إذا كانت يخدم في القطاع الفلاحي الفرق بين الأجير والموظف هذه من الأسئلة الشائعة التي تطرح على مستوى من أن تحنس القانون الشغل فالأجير ببساطة هو الذي يخدم القانون الشغل والموظف كي يخدم القانون وظيف العمومي وكي يخشيله ما بين العلاقة فالموظف العلاقة بينه وبين الدولة هي رابطة قانونية أما العلاقة التي تربط بين الأجير والمشغل هي رابطة عقدية المقصود بالأجير والمشغل أعرفت من المدى السطاق المدونة الشغل الأجير هو كل شخص التزام ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو أكثر لقاء أجر أما المشغل فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر والملاحظة هنا أن المشرع المغربي واحد المصطلحات في مدونة الشغل فاعتمد مصطلح الأجير والمشغل يشبه لبعض القوانين في الأنظام المقارنة اللي كتلقام كي يستعملوه مثلا عامل ويوصفون مشغل تاراة برب العمل وبأسماء مختلفة فالمشغل في المشرع المغربي واحدة تسمية الفرق بالنسبة لعناصر عقد الشغل عندنا العمل عندنا الأجر عندنا العلاقة التبعية هذه العناصر جبناهم من التعريف كل من الأجير والمشغل وظائف مفتي الشغل مفتي الشغل عندهم جمع المموضة الوظائف من بينها متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة اعمال الصلح في إطار مستقلة الصلح مراقبة دفاتر الأذاء وعملية أذاء الأجور يمقتد الحال السن الأدنى لشغل في مدونة شغل نصص على أقل سن هو 15 سنة وهو مختلف عن سن الرشد القانوني اللي هو 18 سنة نصص عليها في مدونة الأسرة حالة إبرام عقد شغل حالة إبرام عقد شغل حسب المدى 16 ممكن نبرمو عقد شغل لمدة غير محددة وممكن نبرموه لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين شروط الإنقاس من ساعة العمل يعني باش أن المشغلي إنقاسينا من ساعة العمل خصت تكون واحد الأزمة اقتصادية كتمر منها المقاولة سواء فترة متصلة أو منفصلة وخصت هذا الإنقاس من ساعة 16 يوم وخصت المقاولة 16 من ذوي الأجراء وفترة الإنقاس خصتها لا تنزل على 50% من الأجر الأجراء خصوصية المستارة في القضايا الشمعية المستارة في القضايا الشمعية كي يكون أولا تسلوك مستارة الصلح قبل أن تفيد دعوة مثلا كان شي مشكل ما بين واحد الأجير وواحد المشغل فقبل مني كيرفع مثلا الأجير دعوة على المشغل دياله لأنه ما أعطاهش المستحقات دياله فقبل أن ندوز لمرحلة الحكم كنا نحاوله نديروا واحد الصلح بينتهم من الخصوصية من الخصوصية كذلك هي المساعدة القضائية كي يستفدون من الأجراء بقوة القانون يعني كيتعفون من بعض الرسوم وكان نعطيهم محامي بدون ما يؤديوا الأجر دياله كتساعدهم للمحكمة بإعطائهم محامي بالإضافة أنه ممكن يحصلوا على استشارة قانونية من الخصوصية كذلك والتنفيذ المعجلة يعني ما كانت النوش المشغلة تاتي يمشي للسيناف والنقد يعني لتحكم الأجير بوحد تعويض معين ولا بأداء مستحقة تدياله أو ما إلى ذلك فكي تنفذ مباشرة بعد الصدور الحكومي بسيديه انتهاء عقد شغل غير محدد المدة العقد الشغل غير محدد المدة أو السيد دي فكينتهي فقط في ثلاثة الحالات إلى السقل الأجير أو إذا تم الفصل دياله أو إلى تم إغلاق المقاول العكس ديال العقد محدد المدة اللي كينتهي بحلول أجالي ما هي التزامات المشغل تجاه الأجير التزام الأول هو عدم تميز بين الأجراء بيكون هذا ذكر ولا هذا أنتا ولا هذا أبيض ولا هذا أسود لهذا من منطقة تكادا وهذا من خاصة المشغل لا يميش بالأجراء خاصة يقوم بالحفظ الساحة والمسلام خاصة يوضع وسائل للحماية يعطيهم خودات اللي كانوا يخدمون في أشغال شاقة اللي كانت يوفر مدفعة الحارق يوفر لهم الكمامات اللي كانوا يخدمون في فلاصفية الغبراء مهم خاصة يحفظ لهم السلامة ويوفر لهم جميع الوسائل خاصة يتشبت بمكانة من الأخلاق داخل المقاولة خاصة يفرضها ولغي تعاقب قانونيا خاصة يطلع الأجار على جميع المعلومات المتعلقة بهم مثلا شحالك يتخلصوا يخبرهم بالنظام الأساسي للمقاولة وعطيهم المعلومات المتعلقة بالبوصل ديالهم شنهم والمهام اللي خاصة يديروا بالطفض هذا فيما يحصل تزامة المشغيل التقادم التقادم الدعاء والنشيئان علاقة شغل مادة 395 كده قولينا بأن التقادم تيكون بمورور سنتين يعني مثلا واحد الأجير طردوا المشغيل دياله ومعطاهش المستحقات دياله أو داريه الطرد تعسو فيه فهي داس واحد ثلاث سنوات فما يمكنش عاوتاني عاد ذاك الأجير يتفكر ويقول لجي نمشي المحكامة أو أن واحد الأجير استقل بدون إعطاء بدون مهلات الإخطار وخلى واحد خلى البوست خوي وذكر البوست كلف المقاولة كلفها خسائر فما يمكنش دوز واحد العدد من السنوات عاد جي مثلا مشغيل ويرفع دعوات ذاك الأجير إذن تصف قادم بمرور سنتين كل الحقوق نتيجة عن عقود شغل فرضية وعن عقود تدريب من أجل إدماج المهني الفرق بين ساعة شغل ضائعة وساعة شغل إضافية ساعة شغل ضائعة هي التي كان يجب العمل فيها أما ساعة شغل إضافية فهي التي يتم زيادتها فوق الساعة الرسمية يقوم المشغل بطالبها نتيجة تزايد مفاجئ في نشاط المقاولة لتجنب الوقوع في مشكلة قد تؤثر سلبا على نشاط المقاولة الفرق بين عقد شغل فرضي وعقد شغل جامعي عقد شغل فرضي تسريء آثاره على الأشخاص الذين كانوا طرفا فيه فقط مثلا عقد ربط ما بين المشغل والأجير عقد شغل جامعي ينصر في الجميع الأطراف حتى أولئك الذين لم يكنوا طرفا فيه وهذا عقد شغل هو اللي كيكون مثلا بين واحدة ممتيلة للأجارة ولا واحدة للنقابة وبين المشغل مثلا إننا كي يطلبوا من المشغل أنه يوفر لهم واحد الحق معيانة أو شيء حاجة من هذا القبيل فالجاء واحد الأجير من بعد ورغم أنه ما كانش في ذلك الاتفاق فكيسري عليه الآثار دياله الشكلية في عقد شغل الشيارات الكتابة المشتريع المغربين ما شطرت الكتابة في عقد شغل ممكن أنها الدار ولكن الأصل في عقد شغل أنها ريضائية بحل العقد اللي كيكون مثلا الأغلبية ديالعقد شغل هي ريضائية مثلا العامل أو الناديل في المقهى ففي الأغلبية ما غديش ما كيديروش عقد شغل فهذا الشخص راتها وكتسري عليه مدونة ديالشغل ممكن بزف ديالحالة الأخرين ففي الغالب كيكون عقد شغل ريضائي وممكن أنه يكون مكتوب ولكن المشتريع الشرط الشكلية في بعض العقد معينة وهي أول حاجة عندنا عقد الشغل الأجاني إذا كان مثلا هذا الأجير أجنابي عقد شغل البحارة وعقد شغل الطبيب إذن واحد المقاولة معينة بغي توظفها الطبيب فهي تصدر معه ضروري عقد شغل المقتضيات الحمائية للأجيرة الأم حسب مدونة شغل المدونة شغل عطاة للأجيرة الأم مجموعة من الحقوق من بينها إجازة الحمل التي هي 14 أسبوع قبل وبعدل الوضع الحصول على عطلة الأمومة لمدة سنة غير مدفوعة الأجر إعطاء الأجيرة نصف ساعة يوميا لأرضاع ابنيها والتزام المشغل بوضع غرف ريضاعة إذا كانت يشغل فوق 50 أجيرة بالنسبة للتزامات الأجير يجب على الأجير المشكلة لأوامر مشغله في نطاق المقتضاية القانونية والتنظيمية وهو يكون مسؤولا في إطار شغله عن كل فعل أو إهمال أو تقصير صادر عنه والمحافظة على الوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل مع رضها سليمة إننا نعطاه المشغل واحد المثلا كان خدمه في واحد البوست معيان وعطاه واحد الوسائل إنهاء عقد الشغل عقد الشغل تنتهي في أربع حالات هي حلول الأجل المحدد للعقد انتهاؤه بإرادة المشغل مع مراعة أجل الإختار انهاؤه عن طريق الاستقالة أو الفصل ما هي الأخطاء الجاسيمة؟ الأخطاء الجاسيمة نصصت عليها مدونة الشغل في المادة 37 وعطا تبعات الأمثلة عليها وهي كثيرة مثل تيكاب جنحة من طرف مهسب الشرف من طرف الأجير إفشاء استير المهني الصارقة خيانة الأمانة السكر العلاني تعطي مادة مخديرة السب الفاذيح رفض إنجاز الشغل من اختصاصه عمدا وبيندون مبرر يعني ما يمكنش مثلا أنت كأجير يطلب منك المشغل ديالك تأدي واحد العمل و تقول ليه لا إذن هذا كيعتبر خطأ جاسيم ممكن يفصلك بدون أي تعويض تغيب لمدة 4 أيام يلحق دار الجاسيم بتجهيزات تحريض على الفساد استعمال أنواع العنف والاعتداء البدني يعني هذو بعض الحالات اللي هما على سبيل المثال للأخطأ الجاسيمة اللي نصات عليهم المادة 37 إذن شورة تعويض عن الفصل بالنسبة للتعويض عن الفصل أن يتعلق الأمر بعقدة غير محدد لمدة و قضاء الأجير 6 شور داخل المقاولة مستارة الفصل التأديبي قبل فصل الأجير يجب أن توتيح له فرصة للدفاع عن نفسه الاستماع إلى الأجير بحضوره من دوب الأجراء والممثل النقابي استدعاء وهو 8 أيام من تهيزة يخرج الأشياء بالفعل يعني لا يمكن أن يكون أحد الأجير معين ارتكبه أحد الخطأ أو أحد الفعل و تدو السنوات عادي يستدعيه المشغل دياله و يقول له صافي الله يعون بسلام أركر ارتكبته في أحد العام و أحد الخطأ يعني يخص المشغل يستدعيه 8 أيام من ارتكبه بالفعل و يتحاسبه و يستعمل عليه هو التحرير محضر في الموضوع توقع الطرفين الفصل لأسباب تكنولوجيا وهيكلية اقتصابية مقاولات التي تشغل عشر أجراء أو أكثر يكون هذا النوع من الفصل في المقاولات التي تشغل أكثر من عشر الأجراء لأن قبل من هذا العدد لا يتصور كان الإبلاغ مبتلي الأجراء من دوبين النقابيين قبل شهر من تاريخ الشروع في مصدارة الفصل و الحصول على إدن من عامل العمالة أو الإقليم يعني باش يتفصلوا هذا العدد للأجراء رأخص يتخذ واحد الإدن من عامل و من عدل العامل و الفصل كذلك تترعى فيه مجموعة الأمور مثلا السن الأقدمية يعني ممكن نشوفه شكون هو الأقدم شكون هو اللي عنده مشاكل عائلية و بالكثير من العامل الأخرى الوضعية الاجتماعية لذلك الأجراء المقصود باللجنة المقاولة هذه اللجنة تكون في المقاولة تجاوز عدد الأجراء فيها 50 أجير الأجر الأساسي هو الأجر الإجمالي مخصوم منه المزايا الإضافية ولا يجبون يقيل عن حد الأذن الأجر المزايا الإضافية و ملحقة الأجر هما العمولة المكافأة من حول إكرامية خصوصية الإتبات في قانون الشغل طبعا إتبات كتم بجميع وسائل الإتبات و بالإضافة إلى ذلك فقانون الشغل عنده بزاف دل الوسائل اللي وفرها الطابقة دل الأجراء منها بطاقة الشغل اللي يخصي وفرها له المشغيل ورقة الأداء اللي تتكون عنده أداء الأجر دفتر الأداء توصلت فيه كل حساب اللي كيسلموا الأجير المشغيل ديالو شهادة الشغل اللي كيسلمها المشغيل الأجير بطاقة الصندوق الوطني للضامن الشمعي معالم ومرتكازات نظام الحميل الشمعية هو 021 هاد القانون الإضار اللي صدر مؤخرا وبتعليمات سامية من صاحب جلالة للهدف أهم المرتكازات ديالو هو توسيع التغطية الصحية الإجبارية تعميم تعويضات العائلية تعميم قاعدة الخيرات في أنظمة التقاعد تعويض عن فقدان الشغل أهم الأهدف ديالو هو التقليص من الفقر محاربة لها الشاشة دعم القدرة الشرائية للأجير الحماية الشمعية المقصود بها في القانون 021 الحماية من مخاطر المرض الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفول والشيخ وخاق والحماية من فقدان الشغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة